بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم عزيز الدارس سبق وأن تناولنا في اللقاءات الماضية تفسير الآيات من 1 إلى 45 وفي هذا اللقاء سنتناول تفسير الآيات من 46 إلى 55 إلى 55 مبتدئين ببيان أهدف هذا اللقاء قبل أن نتناول تفسير الآيات القرآنية وسوف عزيز الدارس يتوقع منك أن تكون قادرا بعد هذا اللقاء على الآتي واحد تفسر الآيات القرآنية الدالة على أن الله هو الذي أنعم على الإنسان بنعم كثيرة وأنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أخذها لا أحد غيره يستطيع أن يأتي بها اثنين توضح بالدليل أن مهمة الرسل الدعوة وإقامة الحجة على الناس وهم يختارون الإيمان أو الكفر ثلاثة تكتب ملخصا تورد فيه الأدلة الدالة على تعنت المشركين وعدم استجابتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم الآيات والرد عليها أربعة تناقش بالدليل تكريم الله للمؤمنين بأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلس معهم والإقبال عليهم وعدم الاستجابة لما يقترحه المتكبرون الكافرون خمسة تتقن التلاوة وحفظ الآيات القرآنية من ست واربعين إلى خمسة وخمسين أما مفردات هذا اللقاء فهي مفردة واحدة ستتناول تفسير هذه الآيات وهي بعنوان مهمة الرسل الدعوة وإقامة الحجة على دعوتهم والناس يختارون الإيمان أو الكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم الختم بمعنى الطبع والمعنى قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين أعلمتم ماذا يكون من شأنكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تعقل الهدى أو أزال عقولكم حتى تسير كالمجانين من إله إلى الله يأتيكم به من يعطيكم بصر من يعطيكم سمع من يعطيكم عقل هنا استفهم تقريري فهم يقنون ويؤمنون أنه لا إله إلى الله يأتيهم بذلك ويمنحهم ذلك ويعطيهم ذلك ولكنه من باب العناد والتكبر على الله سبحانه وتعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون التصريف المجيء بها على جهات مختلفة أي أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الآيات وهذه المنافع للإنسان فهذه الآيات التي يجب على الإنسان أن ينزجر بها تأتيه تارة اندار وتارة اعدار وتارة ترغيب وتارة ترهيب وتارة حسية وتارة معنوية لك يؤمنوا والمرد بالآيات أي دلائل التوحيد العقلية والنقلية الدالة على صدق الرسل وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بالتوحيد والعبادة له سبحانه وتعالى ثم هم يصدفون مع هذه الآيات التي يرونها مختلفة إلا أنهم يصدفون أن يعرضون إعراضا شديدا عن الاستجابة لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون البغتة أي الفجأة أي إذا أتاكم العذاب بدون اندار فهذا بغتة والجهرة هو إتيان العذاب مع اندار فإن أتاكم العذاب سواء كان فجأة أم بغتة أم جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون هنا ماذا يفيد الاستفهام عزي الدارس الاستفهام عزي الدارس استفهام إنكاري أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم لن يهلك الآخرين الذين آمنوا بالله ورسوله لن يهلكم الله لن يعذبهم الله سبحانه وتعالى إنما يعدبكم أنتم العاصون المعرضون عن اتباع الحق وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هذه الآية فيها دلالة وبيان لمهمة الرسل فمهمة الرسل التبشير والإندار فهي تبشر المؤمنين والمتبعين للحق برضاء الله وبالجنة وتندر المخالفين العاصين الذين لا يتبعون الحق لا أن الرسل مهمتها أنها تتبع اختراحة المقترحون مما يقترحون ويطلبون مما يقترحونها من الآيات أو يطلبونه من المعجزات ليس هذه مهمتهم وليس هذا عملهم إنما عملهم إن عليك إلا البلاء كما قال الله زجل في آية أخرى وأنذرهم بلقهم فمن آمن وأصلح أي فمن آمن بالله وأصلح نفسه ظاهرا وباطنا وأصلح غيره الإيمان هو في الظاهر والباطن والإصلاح أي أصلح نفسه وحصلح غيره لأنه لا ينفع وأصلح غيره لا ينفع للإنسان أن يكون مصلحا لنفسه دون أن يكون مصلحا لغيره كما قال الله زجل والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى بين أن من آمن بالله ظاهرا وباطنا وكان صالحا في نفسه مصلحا لغيره فإنه لا يخاف يوم القيامة من العذاب الذي أنذر الله به سبحانه وتعالى ولا هم يحزنون بفوتما بشروبه من الثواب لأن الثواب سيأتي الثواب سيأتي من عند الله سبحانه وتعالى لا محالة والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون هؤلاء في مقابلة السابقين لهم فالسابقون آمنوا وأصلحوا فكانوا مؤمنين ظاهرا وباطنا وكانوا مصلحين في أنفسهم وكانوا مصلحين للآخرين وهؤلاء كذبوا بالآيات وفسقوا والمرد بالآيات التي كذبوا بها الرسول والقرآن الكريم والمرد بالفسق أي الكفر لأن المكذب بآيات الله يعتبر كافر ماذا كان نتيجة النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يصيبهم ويمسهم أي يصيبهم بالعذاب بسبب هذا الفسق وهذا الكفر الذي أرتكبوه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أدعي أن خزائن مقدورة الله بيدي قل لهم يا محمد قل لهم يا رسول الله لا أدعي أن خزائن مقدورة الله بيدي أتصرف فيه كيف ما أشاء حتى تقترحوا علي إنزال العذاب أو قلب الجبال ذهبا أو غيره من الطلبات التي تطلبونها مني فأنا ما أنا إلا بشر مثلكم ولا أعلم الغيب لا أدعي أني أعلم الغيب حتى تسألوني متى الساعة ومتى ينزل العذاب أو غير ذلك من المسائل الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما قال الله زجل ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير فالغيب فالأمم الغيبية من خصوصية الله سبحانه وتعالى ولا أقول لكم أني ملك أي ولا أدعي أني ملك من الملائكة المقربين الذين أعطاهم الله من القوة ما يقتلعون بها الجبال لا وهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قلهم لا أدعي أني ملك من الملائكة المقربين الذي أعطاهم الله من القوة ما يقتلعون بالجبال ويهلكون المكذبين بالصياحة من صياحاتهم وغير ذلك مما خص الله به الملائكة وإنما أنا بشر ثم حصر النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه في أحواله كلها فقال إن أتبع إلا ما يحاء إلي أنا أعمل بما جاء من عند الله إلي وأدعو الناس إلي فأنا أبل فما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليه وسلم كلهم مهمتهم الدعوة إلى الله والتبليه ليس مهمتهم أنهم يدخل من يشعر في الإسلام ولا يدخل من يشعر في الإسلام أو أنهم يستجيبون للطلبات التي يطلبها أممهم من إنزال البينات أو أنزال الدلالات أو غير ذلك فهذا كله من الله سبحانه وتعالى ولذا قال الله عز وجل قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الناس فيما دعوهم النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الآية أو القرآن الكريم يبين أن الناس فيما يدعوهم إليه الأنبياء ينقسمون إلى قسمين القسم الأول أعمى وهو الكافر والقسم الثاني بصير وهو المؤمن وليس المراد بهم هنا العماء الحقيقي وليس به البصير الحقيقي وإنما المراد به أن الله سبحانه وتعالى شبه الكافر مثل الرجل الأعمى الذي لا يعرف الطريق الصحيحة عندما يمشي إليها ولذلك فهو ضال في مشيه وفي عمله وشبه المؤمن الإنسان البصير أو المؤمن بالبصير الذي يبصر ويرى الطريق الصحيحة فيسير فيها أفلا تتفكرون أي أفلا تتفكرون في أنه لا يستوي الكافر والمؤمن أليس عندكم عقل أليس عند لكم فكر أنه لا يستوي من كفر بالله ومن آمن بالله سبحانه وتعالى فذلك مصيره إلى جهنم الكافر والمؤمن مصيره إلى الجنة بإذنه ورحمته سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشر إلى ربهم هنا إذا اخترنا التفشير مع الإند كان التفشير للمؤمنين والإندار للكافرين وإذا انفرد الإندار فقد يراد به الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم بل قد يراد به الإنس والجن جميعا إذن إذا اخترنا التفشير مع الإندار كان التفشير للمؤمنين والإندار للكافرين وإذا انفرد الإندار فقد يراد به الناس جميعا بل قد يراد به الإنس والجن كما في قول تعالى تباركا الذي نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هنا الإندار لمن؟ للكافرين فقد يراد إذا انفرد الإندار يراد به إندار للناس كلهم إنسهم وجنهم واختلف المفسرون في تحديد المندرين إلى ثلاث أقوال في هذه الآية منهم الذي أندرهم الله سبحانه وتعالى القول الأول أنهم الكافرون الذين تقدم ذكرهم فهم المندرون في هذه الآية القول الثاني أنهم المؤمنون بذليل القول تعالى يخافون أن يحشروا إلى ربهم القول الثالث أن من كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لينذرهم والراجح أنه يشمل الجميع فالأنبياء عليهم السلام جاءوا إلى أمومهم والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة كافرهم ومنهم رحمة للعالمين كما قال الله زوجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الخوف هنا توقع مكروه في المستقبل والناس جميعهم مفطورون على الإيمان ولكن الناس جميعهم مفطورون على الإيمان ولكن يوجد من شياطين الجن والإنس من يصرفهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها فيأتي شياطين الجن والإنس فإذا تبين الحق وعلم الناس ما هو الواجب عليهم افترق الناس إلى فريقين الفريق الأول يعلم الحق ويتبعه الفريق الثاني يعلم الحق ويخالفه فالمؤمن يعلم الحق ويتبعه والكافر والمنافق يعلم الحق ويخالفه اللهم اجعلنا من المؤمنين المخلصين ثم قال الله عز وجل ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هنا المراد بالولي المناصر الذي يقف معك ويدافع عنك وينصرك على الحق أو الباطل والشفيع هو من يطلب ممن هو أعلى منه التجاوز عن ثالث فتكون الشفعة من ثلاث أطراف الطرف الأول شافع وهو الوسيط للمشفوع له والطرف الثاني مشفوع له وهو أدنى من الشافع والطرف الثالث مشفوعا عنده وهو أعلى من الشافع وفي يوم القيامة لا يشفع أحد لأحد إلا بأن يأذن الله لمن يشاء من عباده إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء من عباده وإنما يوم القيامة كل إنسان يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم تدهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة لعلهم يتقون أي لكي يثبت المؤمن على إيمانه ولكي يحذر الكافر مما هو قادم عليه فيتمثل أمر ربه ويقي نفسه مما هو قادم عليه ثم قال تعالى وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ سبب نزول هذه الآية ورد في سبب نزول الآية عدة روايات وسأقتصر هنا عزيز الدارس على ذكر الرواية الصحيحة التي أوردها مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشهد كل النبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يكترؤون علينا فوقع في نفس الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه كأنه يريد أن يعني يؤخرهم ويقدم المشركين واستقبالهم عليهم فأنزل الله عز وجل وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مِنْ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا يُرِيدُونَ وَجْهَا وَالطَّرْدُهُ الْإِبْعَادِ استِخْفَافًا وَالْمَعْنَى لَا تَطْرُدْهُمْ القول الثاني أنهم الذين يذكرون الله القول الثالث أنه مراد عبادة الله القول الرابع أنه المراد الذي يتعلمون القرآن القول الخامس أنه الدعاء ولا تناقض ولا تنافي بين هذه الأقوال لأن الدعاء يطلق على العبادة والصلاة والذكر فكلها معاني متقاربة برى الصلاة فيها ذكر الله وهي عبادة لله وفيها قراءة القرآن الكريم وغيرها من المعاني ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة أي في أول النهار والعشي من زوال الشمس إلى الصباح وقيل آخر النهار يريدون وجهه أي أن عبادتهم خالصة لله سبحانه وتعالى فالمؤمن يكون عمله خالصا لوجه سبحانه وتعالى لا يكون فيه رياء ولا سمعة وما عليك من حسابهم من شيء في معنى الحسبان قولا للعلماء القول الأول حساب الأعمال وهو قول جمهور المفصلين القول الثاني المراد حساب الأرزاق حساب الأرزاق ثم قال الله أزوجل فتطردهم عن مجالستك رابة في مجالسة المشركين والرسول لم يطرد المؤمنين ولم يستخف بهم وإنما هم أن يبعدهم حال مجيء عظماء القريش رابة في إسلامهم أي أن يؤجلهم ويؤجل لقابهم ويؤجل الحديث معهم بحيث يرى أن القول سمع هؤلاء المشركين والصنادة القريش لعل يكون فيه فائدة فيستقب أحدهم للإسلام ويدخل في الإسلام فيكون فائدة للإسلام ولم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطرد والتكبر على هؤلاء الضعفاء وكذلك فتنا بعضهم بالبعض ما هي الفتنة في الآية عزيز الدارس؟ الفتنة هي الإبتلا والاختبار والمعنى أبتليناهم فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان محل محنة للغني والشريف ثم قال تعالى ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا بعضهم بالخير في الغناء في الفقر في المسؤولية في غيرها ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يقول الكفار كيف يمن الله على هؤلاء الفقراء والعبيد بالهداية ويترك السادة في مكة والطائف ثم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم فرد عليهم بقوله عليه صلى الله عليه وسلم بشاكرين فالاستفهام تقريري أي أعلم بما يشكر نعم الله ويستقبل الرسول وبمن يتكبر على الرسول يعصي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هنا ذكرت الآية أو ذكر العلماء خمسة أقوال في نزولها في من نزلت فقيل أنها نزلت في الذي همى الرسول بطردهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأاهم بدأهم بالسلام فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام وقيل أنها نزلت في القلفاء الراشد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدهم بدأهم بالسلام وقيل أنها نزلت في رجال قالوا إنا أصبنا دنوبا عظيمة فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل أنها نزلت في عمر رضي الله عنه الخليفة عمر رضي الله عنه أشار على رسول صلى الله عليه وسلم بتأخير الفقراء وعدم الجلسة الآن حاليا معهم ليبدأ بسنادة قريش وقيل الخول الخامس أنها نزلت مبشرة بإسلام عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين والمعنى معنى الآية وإذا جاءك الذين يصدقون بالقرآن وبما أرسلت به ويسألون عما سلف من أعمالهم عما سلف من أعمالهم هل لهم منها توبة فلا تيئسهم من التوبة فلا تيئسهم من التوبة وقل لهم سلام عليكم أي أمنة الله لكم من دنوبكم السابقة أن يعاقبكم عليها وهذا فيه دلالة على أن باب التوبة مفتوح وأن المسلم لا يئس من أن يعود ويتوب الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب وعلى من يرجع إليه سبحانه وتعالى قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يفردون بجميعا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب ربكم على نفسه الرحمة لكم على إيمانكم تفضلا منه وتكرما تفضلا منه وتكرما لأنه لا أحد يجب على الله شيئا وإنما الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه وكتب على نفسه الرحمة لمن آمن به سبحانه وتعالى إنه من عمل منكم سوءا بجهاله الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن من عمل عملا قبيحا من قول أو فعل أو اعتقاد حالت كونه جاهلا بحقيقة عمله والجهل هنا هو ترك الاستقابة لإسلام عن العلم أي من لم يستقب للإسلام جاهلا بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ثم قال تعالى ثم تاب من بعده وأصلح أي كان جاهلا في بداية الأمر ولما علم بذلك تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة هي ترك التوبة هي ترك الدنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار والاعتذار على ثلاث أوجه الوجه الأول أن يقول المعتذر لم أفعل والوجه الثاني أن يقول المعتذر فعلت لأجل كذا والوجه الثالث أن يقول المعتذر فعلت وقد أقلعت فعلت كذا وقد أقلعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى هنا في الآية بقية ثم تاب من بعده وأصلح لمن تاب وأصلح فإنه أفور رحيم والغفر في اللغة والسذر أن يستر الله له أعماله السيئة ولا جازوا عليها ويرحمه سبحانه وتعالى فهو العظيم الرحمة الدائم بالإحسان لمن تاب وأصلح ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يقبل توبته ويدخله الجنة ويقيه من عذاب جهنم وكذلك نفصل الآيات أيه كما بينا الحق من الباطل من بداية الصورة إلى هنا كذلك نبين الحق من الباطل في سائر آية القرآن فيكفر من يكفر عن بينه ويؤمن من يؤمن عن بينه فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه بهمتك بيان الحق وتوضيعه فمن أسلم وآمن فلنفسه ومن كفر فعليها ولتستبين سبيل المجرمين ولهذا من كل ذلك لتستبين طريق كل مجرم عمل القبيع وبهذا عزيز الدارس نكون قد انتهينا من هذا اللقاء ونأتي إلى خلاصة هذه اللقاء والتي نلخصه في النقاط التالية رقم واحد الله هو الذي أنعم عن الإنسان بنعم كثيرة وأنه إذا أراد سبحانه أخذها لا أحد غيره يستطيع أن يأتي بها اثنين مهمة الرسل التبشر والإندار وتبلئ الحق للناس وأنهم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله ثلاثة نخلص من هذا اللقاء تعنمت المشركين وعدم استقابتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبهم الآيات والرد عليها أربعة نستخلص أيضا من هذه الآيات تكرم الله للمؤمنين بأمره رسوله بالقلس معهم والإقبال عليهم وعدم الاستقابة لما يقترحوه المتكبرون الكافرون وأخيرا عزيز الدارس ونقل تقويم مرفق رقم خمسة منزل على ملف مرفق موجود على النظام المس فعليك أن تقوم بحل هذا التقويم وكذلك التكليف المرفق رقم خمسة منزل على نفس الملف وختاما وللاستفادة أكثر عليك عزيز الدارس العودة إلى الكتاب المقرم وبهذا نأتي إلى ختاب اللقاء نأمل أن تكون قرغضيت معنا وقتا ممتعا مفيدا على أمل لغائبك في اللقاءة القادمة وعليك حل أسئلة تقويم التكليف المرفق بهذا وإلى أن نلتقي مرة أخرى نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته